قبل نهاية أسبوع الموضة الباريسي بيوم وتحت سقف القصر الكبير جرون بالي الزجاجي قدم كارلا جارفالد مجموعته للخريف والشتاء المقبلين للملابس الجاهزة مجموعة مستوحى من تاريخ دارشان للأزياء ومدى انتشارها حول العالم إذ قدمت مجموعة كبيرة نسبيا من القطع والفساتين حول مجسم للكرة الأرضية مجموعة تدور حول الأحجام والحركة كما يقول مصمم المجموعة مجموعة مجموعة بين الشيفون والحرير والتويد الذي اعتدنا على مشاهدته في عروض شانل ألوان خريفية شتوية بامتياز رافقت قطع المصمم الألماني كارلا جارفل اتراوحت ألوان المجموعة بين الأسود والرمادي وقليل من الزهري لون استخدمته كوكو شانل في بداية تصميماتها موسيقى 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 حضرت العقود والأساور اللامعة والقبعات الضيقة إلى جانب فساتين مجموعة أما الأحذية فكانت جلدية كسل بعض منها سلاسل معدنية موسيقى 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 شعور جز وجود موسيقى موسيقى كما تحبى أحب هذه المرة بالعادة. محنة أحب بها. أحباب تحصل على الجميع التالي. أحباب تحصل على هذه المشكلة. وطرق جميع الأشياء. أحببه بها. موسيقى 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 أنا شفت الأسود والغري ألوان شاتوية بتنلاب الصيف شتة خريف ربيع يعني كتير حلو كلاسيك بالنسبة لي ألوان كلاسيك وكولكشون كتير كتير حبيطة موسيقى إلى جانب عرض مجموعاته الخريفية والشتوية للموسم القادم يحرس كارل لاغرفلد دائما على أن يكون ديكور عرض أزيائه مبهرا لمتابره ليث بازاري تليفزيون دوباي باريس